موسيقى وهنادعو فيه شركة فالكن المسؤولة عن النظام وهنادعو فيه برضو ممثل من شنو القانونية وممثل الحاسب الآلي بالنسبة للنادي الأهلي عشان خاطر هنخش في المرحلة الجديدة النهاردة كان فيه نتيجة الاجتماع خمس أهداف طبعا أولها نمر واحد سرقة عودة الجماهير بطريقة مؤمنة وبشكل مؤمن إن شاء الله بإذن الله بالتنصيق مع الجهات المعنية بالكامل نمر اتنين مخاطبة شريحة مهمة جدا بالنسبة لنا إزاي نرجع تاني الأسر للملعب ونرجع تاني الأسر تيجي تشجع المباريات ودي هتبقى برضو من خلال حملة تسقفية بإذن الله من الأهداف بتاعتنا حملة تسقفية هيتم من خلالك طبعا لأنوا منبر الإعلامي بتاعنا ومن خلال مواقع النادي الأهلي إزاي نوعي جمهورنا لأهمية الالتزام باللوايح والقوانين اللوايح والقوانين مش الأندلة بتحطها دي لوايح وعرف دولية وفي عقوبات موجودة إزاي أنت النهاردة كلما بتعمل حاجة بتضر النادي الأهلي بتاعك ودي احنا شفنا كلما بتاخد خطوة بترجع تاني تمام إزاي بالأسر على وقت ممكن برضو اللي احنا هنفعل النظام الحجزي الإلكتروني ونفعله بشكل عام على مستوى الجماهير النادي الأهلي أو أعضاء النادي الأهلي ونلجي نوصل للمرحلة اللي احنا نلجي تماما موضوع التذكرة اليدوية أو انت بتحلي لأ لازم أكله عن طريق الحجزي الإلكتروني واتخلي البناب بتاعتك النهاردة احنا في 2018 الناس بتتغير يعني احنا يمكن متأخرين بس طبعا تعالى في النادي الأهلي دايما بيبقاهم عنده ريادة في النظم يعني والأساسيات احنا عندنا أمل كبير في ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله اللي احنا جمهورنا هلتزم ودايما هنت عارف احنا بنرعن على جمهورنا وانا عارف كوي ساوي اللي جمهورنا قد الكلام اللي احنا بنقوله ووقف في ظهر النادي الأهلي ولانه جمهورك بالنسبة لك نمر واحد فان شاء الله بإذن الله كلها تجاربه هنفضل المستمرين فيها بالتعامل برضو مع الأجهزة المعنية أنا يمكن مبارح أن أقولت الكلام دوت مفيش حد حشيل مسؤولية لوحده هي منظومة متكاملة نادي اتحاد لعبة أجهزة أمن يمكن الجهاز الأمن هو المظلة الأساسية بتاعتنا اللي احنا لازم كنا نتعاون معاه الأندية بتتحمل مسؤوليتها زي ما انت ناد لأهلي النهاردة عمال بتتحمل مسؤولية بتاعته وبيشوف إيه الأخطاء اللي حصلت وازاي هيعرف يا تلفاء الفترة اللي جاية وازاي أنت عايز ترجع جميلك بسرع وقت ممكن ليه النهاردة الجمهور مش قصة النهاردة بيقف معك بس في براتك أو مكسب وخصار الجمهور النهاردة بيخلي الاستثمار الرياضي بيوصل لما الحال على مستوى الدول العربية وعلى مستوى الدول العالم نهاردة بقى فيه استثمار رياضي عالي جدا 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 فالجمهور النهاردة العنصر الأساس والعنصر الأهم نمر واحد سواء في حصولك على البطولات او سواء في تنمية مواردك واستثماراتك وانا عارف الجمهور النادي الاهلي واعي ويمكن انت شايف النهاردة في عندنا جماهيرنا وولادنا بيخش ويشجعوا بطولة افراقيا وبيخش ويشجعوا في الصلاة المغطى في نوع من الالتزام بشكل جيد في نوع من الاحترام يعني اذا النهاردة في تعاون يبقى اذا لازم هيبقى في الجهات المعنية كلها تتحمل مسؤولياتها طيب النادي الاهلي مسؤولياته محصورة في ايه محصورة في الاهداف اللي احنا بنتحرك فيها النهاردة خمس اهداف اهمهم اللي انت بتقول انا عايز افعل يا جماعة البطاقة بتاعتي على مستوى الجماهير وعلى مستوى الاعضاء عايز الجي حتة التسكرة اللي انا بعرف حد او حد هيجيب لا ده النهاردة تسكرتك بتحجزها الكترونيان حتى كمان هندخل السيزون تيكت في نفس القصة في انت المنظومة كلها كاملة متكملة طب ازاي رجع الاسر تاني ما تخافش في الملعب ما احتراننا للشباب وحماس الشباب واحنا ما احتاجين الشباب دايما تبقى واقفة معنا بس ازاي انت بتحافز على الاسر الموجودة في الملعب ازاي بشجع بالروح الرياضية اللي احنا عايزين ازاي النهاردة بقى في حاملة اعلامية بازن الله تتعامل برضو من خلال دكتور سعد شلبي المستشار التسويق بتاعنا ازاي انت بنقولك تعالى شجع معنا واملى الملعب معنا وخليك في ظهرنا وببسط معنا من غير ما يبقى فيه خروج عن الناس فيه قانون رياضة هذا القانون فيه فصل كامل اسمه قانون الشغب تمام قانون الشغب ده النهاردة عشان توقع عقوبة وانا راي النهاردة رايح ملتزم عشان اشجع النادي وفيه واحد تاني مش ملتزم لازم يقف فيها عقوبات في الدنيا كلها معروفة ما فيش فيها كلامي يعني النهاردة اللي بيغلط لازم يتحسبه وبتعاقب فانت النهاردة بتفعل ده عشان بتقول انا عندي قدرة على التحكم من خلال البطاقة الجمهوري الموجودة ومن خلال الكاميرات والسيستم الموجود في الاستاد ومن خلال الدخول البطاقة بالتعاون مع الاجهزة الامنية بالتعاون مع شركة امن محترفة بالتعاون مع هيئة الاستاد هتلاقي النهاردة انت بتوصل لمرحلة بتسد كافة الصغرات عشان ما يبقاش في حد واحد يخش النهاردة زي ما حصل معنا ونرجع نقول لعناصر المندسة دخلت يبقى انت بتلفز من البداية واي حد لو هيخش وهيفكر وعرف كواس قوي اللي فيه تأمين بالشكل ده مثال هيفكر اكتر من مرة قبل ما اعمل حاجة